بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين النهاردة ان شاء الله حابب أتكلم معكم عن الموازين المستخدمة في أعمال الشبكات والبنية التحتية وكيفية معاهرتها واختبارها أول ميزان معنا النهاردة ان شاء الله ميزان الخيط ميزان الخيط يتكون من عصفورة ميزان الخيط والخيط وتقل ميزان الخيط وهيستخدم في ضبط رأسية العناصر الانشاءية ويستخدم في مجلات عديدة جدا منها أعمال المباني لضبط رأسية الحوائط وأعمال التشتباط فزي ما احنا شايفين في الصورة صدنا يستخدم في ضبط البقى جلات يستخدم في ضبط رأسية المهارة وكذلك أيضا يستخدم في ضبط رأسية جارة الحلوء للأبواب والشبابي مش هنتعرض له بكسرة في مجال البنية التحتية ولكن أنا حبيت أتكلم عنه ودي نفسه بسيطة عشان هدف هيوضح لكو قدام شوية زي ما احنا شايفين في حالة إياس الرأسية باستخدام ميزان الخيط أنا معرض أن أنا قابل ثلاث حالات من الحالات الآتية أول حكا عشان نبقى عارفة ميزان الخيط بيبقى في العصفورة فيها سجب والسجب ده بيبقى معدي منه خيط ماسك التقل من ناحية وأنا ببقى ماسكه من إيدي من ناحية تانية الخيط ده بيبقى حرر أنه بنزل بالتقل أو أطلع به زي ما أنا عايز بيدي فأنا بخلي العصفورة ملامسة لسطح اللي أنا عايز أثبت رأسيته أو قائس رأسيته أو تشيك أو عمل فحص على رأسيته والناحية التانية بيبقى ماسك العصفورة بزباعي وبنزل بالتقل وبتأكد إن التقل ملامس للسطح ومش طاعن فيه يعني مش طاعن فيه يعني مش خابط فيه بيبقى فقط ملامس للسطح طيب لو هو ملامس للسطح والتقل بيلف معي فهو حر يعني مش طاعن فيه الحائط أو العنصر المراد ياسر رأسيته فبالتالي العنصر ده مزبوط وخلي بقى لك إن عشان عايز رأسيت سطح العنصر معين لازم يكون ميزان الخيط بتاعي ملامس للسطح ده عشان يبقى يبقى يوظفته بشكل سليم الحالة التانية معنا وهي إن التقل بعيد عن العنصر أو سطح العنصر اللي أنا بفحص رأسيته فده معناه إن العنصر ده بيبقى رادد لبرنا ومش مزبوط الحالة الأخيرة بيبقى التقل بتاعي طاعن في العنصر اللي أنا بقيس رأسيته وفي الحالة دي معناه إن العنصر رادد لجوه طيب أنا كما هنزبني تحتية هقابل ميزان الخيط إمتى هنقابله في الحالة دي وخلوه بالك إن أنا قلت لكم إنه لازم يكون ميزان الخيط ملامس لسطح العنصر اللي أنا عايز أشوف رأسيته مزبوطة ولا لأ ولو مش ملامس ليه بقى كده هو مش بيقوم بوظفته بشكل سليم يعني مش بيقوم بوظفته بشكل سليم هو الهدف إني إن أنا بقيس الرأسية عن طريق أشوف التقل ده ملامس للسطح ولا طاعن فيه ولا بعيد عنه في حالات أنا بقى ما بقدرش أخلي ميزان الخيط ملامس للسطح مباشرة زي الحالة اللي قصلنا دي دي نجارة غرفة وأنا زي ما إحنا شايفين مش هعرف أحط العصورة بتاعته تبقى ملامسة للسطح النجارة لإن في عندي عروق تقوية هتمنع إن الخيط يبقى حر أو إن التقل يبقى حر طيب في الحالة دي بقى عمل إيه؟ بختار إنه إزان الخيط يشتغل معي كإنه بلبل لو إنت عارفين البلابل بتبقى عبارة عن خيوط مصمرة في أركان القوضة ومتعلق فيها توبة زي التقل بالضبط طيب أحياناً بيجي النجار بيقول لي أنا مش معلقش البلابل دي بس أنا هستخدم لك كباشموندس ميزان الخيط فعشان كده أنا حبيت أتكلم عن إيه هو ميزان الخيط في الحالة دي النجار هيروح أططل العصفورة على أي عنصر من عناصر القوضة بحيث إنه هو يحقق لي الشرط إن الخيط يبقى حر ومش طاعن في القوضة وببدأ أقيس المسافات على طول جنب بتاع القوضة وبالتالي فاستخدام ميزان الخيط في النجارة لو إحنا اعتبرنا إن دي جنبين لغرفة عندي فأنا بقى جي أمسك ميزان الخيط واللي هو بيتكون من العصفورة اللي فوق دي والخيط اللي لونه أخضر ده تمام بيبقى حبلة أو أيا كان الخيط والتقل اللي بيبقى على شكل استواني زي ما احنا شايفين كده ويفضل طبعا إن ميزان الخيط ده يكون حديد كل عناصره من حديد عشان ما يجيش النجار أو العامل أو الصنايع اللي جاي بيستخدم ميزان الخيط معايا يجي يبرد جزء من هنا كده بحيث إنه هو يأكل صندق أو 2 صندق فيه زي ما هو عايز فطبعا لازم يكون حديد وده يفضل ومعايرته هنعرفها في الصور قدام فبيجي يحطه على جنب أو على أي عنصر من عناصر النجارة ما ليكن اللوح اللي تزانة ده وبيخليه حر تمام مش طاعن في أي حاجة ما يبقاش خابط في أي خشب من الخشب أو أي عنصر من عناصر النجارة اللي موجودة وأبدأ أنا واقف بالشريط طبعا أكون عينية على ايدي بحيث إنه هو ما يكون العصورة دي زهرة قدامي مش ميداريها بصابعه تحسبها لأي غش فأنا أبقى عينية على العصورة دي ولازم تكون زهرة وأبدأ أقيس أنا بالشريط أبدأ أقيس مثلا من جنب النجارة هنا وأشد معايا كده أروح للخيط هلاقيها مثلا مسافة دي واحد وثلاثين زي ما احنا شايفين تحت كده وبعدين أخذ نفس المسافة في نص الارتفاع هنلاقيها واحد تلاتين برضو وبعدين أخذ مسافة تاني في نهاية الارتفاع هنلاقيها واحد وثلاثين سنتي برضو وبراح واخد الخيط تاني وحطه على نص الجنب هنا وفي آخر الجنب وبقرر نفس الخطوات بحيث أنه يديني نفس الأبعاد وبكده يبقى أنا ضمنت رأسية الغرفة عشان أعير ميزان الخيط بجيب للعصورة والتقل وبمسك العصورة بحطها في أعر التقل بتاعي ولازم يكون طول العصورة هو كتر التقل تاني ميزان معنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عنه ميزان المية ميزان المية بيستخدم في ضبط الأفوكية والرأسية معا مش كل موازين المية بيبقى فيها ضبط الرأسية والأفوكية يعني ميزان زي ده مثلا بيبقى فيه افوكية ورأسية الفقاعة الأفوكية هي المسؤول عن ضبط الميول الأفوكية والفقاعة الرأسية هي المسؤول عن ضبط الميول الرأسية فلو الميزان عندي في فقعة طيب فانا كده خلاص عارف انه ممكن يستخدم في زبط الميول الأفقية وزبط الميول الرأسية طبعا ليه استخدامات عديدة زماننا بتوعي التشتباط باستخدامه في زبط ميول السراميك الحمام وزبط رخامة المطبخ احنا كمهانسين شبكات بنحتاجه لو احنا شغالين في السباكة الداخلية بنستخدمه في زبط ميول مواسير الحمام زي ما احنا شايفين دي كده استخدام الميزان في زبط الرأسية بالفقعة الرأسية معايرة ميزان المية زي بنعير ميزان المية في اختبار ميزان المية بجيب الميزان وببدأ احطه عندي على سطحة مستوية او اي سطح مش هتفرق معي ان كان مستوي او لا وهنا نعرف الكلام ده واحنا شغالين دلوقتي اللي أنا مدي مسالين على حالتين مختلفين الحالة الاولى لو انا سطح عندي مستوي ابدأ احط الميزان عندي على السطح بتاعي انا هنا معلم الميزان جنب وجنب هنعرف ليه بعدين اضع الميزان على السطح المستوي وركز مع فقاعة المية فلاقي الفقاعة في المنتصف هذا ليس معناه ان السطح المستوي لان ممكن الميزان يكون فيه خطأ ولذلك بروح مسك الميزان واجب الجنب اللي كان على الشمال في اليمين والجنب اللي كان على يمين في الشمال بل في الميزان زي ما بيقولوا انا بمسكه وبعمله كده بس بشرط يكون في نفس المكان وابدأ ابص على القراءة بتاعته ولو لقيتها في المنتصف يبقى ان الميزان بتاعي تمام وبالفعلا السطح بتاعي مستوي طيب لو ش سطح بتاعي مش مستوي لوجه سطح بتاعي مش مستوي مش هتفرض هي نفس الكلام انا افرض ان السطح بتاعي مش مستوي تمام وانا حطيت الميزان بالشكل ده والفقاعة بتاعتي جات على جنب الجناب بالشكل ده طبعا انا معرفش السطح بتاعي مستوي انا بحط الميزان عادي هو جاب لي الاراية في الجنب ده كون ان انا عامل حتة عالية هنا بس ده عشان اوضح بها لكن هو في الاول في الاخر انا لما بحط الميزان على اي سطح ما ببقاش عارف ده مستوي انا بخلي الميزان هو اللي يقولي فانا دلوقتي بتشك على الاولة بتاع الميزان او الانديكيشن بتاع الميزان هل هو مزبوط ولا مش مزبوط فانا دلوقتي هاعتبر ان انا مش اعارف ان السطح اصلا ميزان فانا حطيته وليت فعلا الاراية جاية ركنة عندي والنسطح عندي ميزان بالشكل ده طبعا اتجاه الميزان بيبقى عكس اتجاه الفقاعة يعني الفقاعة راحت يمين يبقى الشكل ده ميزان ناحية الشمال طيب باخده بنفس القصة واخده والفقاعة عشان يبقى بالشكل ده اللي هو جنب الاحمر بقى في اليمين وجنب الاسود بقى في الشمال ولفيت وحطيته ولو جاب لي نفس المكاني بقى بالفعل سطح دمعيل وانا عندي الميزان ده كده مزبوط لو جاب حالي ان هو بقى الفقاعة في الجزء ده فده معناك ده ان الميزان بتاعي انا اللي مش مزبوط ميزان الامة تالت ميزان معنا النهاردة هنتكلم عنه هو ميزان الامة زي ما احنا شايفين ميزان الامة بيتكون من الجهاز نفسه تمام وهي الريبوت او الحامل السلاسي والامة استخداماته عديدة جدا فهو يعتبر من اهم الاجهزة المستخدمة في الاعمال المساحية ويستخدم في زبط المناسيب نسبة لزمالنا مل quelل يسمى في الانشاتات يستخدم في زبط منسوبك والحفر منسوبة ومنسوب التأسيس ، منسوب البواعد . منسوب الأرضية بالنسبة لزمالنا في التشتباط ، يستخدم في زبط و ادبع الال هذه القف ويستخدم في نقل lok الاشراب بدل ميزان الخرطوم اساسي بيبقى موجود مع المعدات والنسبة للانفراب بيبقى موجود مع تركيب المواسير فهو مسؤول عن زبطلى الميول الأفقية للمواسير يتكون من العدسة العينية وده المكان الذي انا انظر منه او برصد منه الامة العدسة الشائية التي تبقى متوجهة على الامة من الشنكية هو اللي بيستخدم في رصد الهدف او توجيه العدسة على الهدف الذي انا عايز ارصده مسامير التسوية بتستخدم في زب الجهاز فقاعة المياه مسامير الحركة الافقية معايرة ميزان الامة عشان نعير ميزان الامة باستخدام اختبار التوباج تيست او اختبار الوتادين ونضع سيخ هنا على نقطة الماء ثم نقوم بدأ السيخ الاخر على بعد مسافة والتكون على بعد 50 متر عنه في الجهة المقابلة وبعدين بنجيب جهاز الميزان وبنحطه في منتصف المسافة زي ما احنا شايفين ونبدأ ناخد اراية على النقطة او السيخ الاولاني وبعدين ناخد اراية على السيخ الثاني بعد ما بنجيب الارايتين نبدأ نترحم من بعض طيب عشان نفهم احنا ليه عملنا كده لازم نبعارفين ان خط النظر في ميزان الامة لازم يكون على مسافة مستقيمة مفقوش اي ميل طيب لو خط النظر ميل وليكن مثلا لفوق كده بالشكل ده طيب في الحالة دي انا عندي ارايتين اراية حقيقية اللي هي على الواقع اللي هي الخطوط الميلة دي ده لو الميزان يعني في ميل فانا كده عندي الاراية الحقيقية وفي الاراية المثالية الاراية المثالية اللي هي طبعا المفروض تكون هي دي الاراية المزبوطة فانا هجيب الاراية دي و هنفترض ان الميزان فيه عيب وخط النظر ميل زي ما احنا شايفين كده مش قفوكوه فبالتالي انا اخدت اراية على النقطة الاولانية و اراية على النقطة التانية و هبدأ اطرحهم من بعض فكده انا جالي فرق الارايتين طيب بعد كده هقوم ناقل للوضايات التانية ايهي هي الوضايات التانية ان انا هاخد الجهاز و هروح اقرب من نقطة من النقطتين و هلتكنوا النقطة رقم واحد و هقب الميزان على مسافة تبعد حوالي عشر المسافة ما بين النقطتين او اقل من العشر يعني هنا عشر خمسين خمسة ف احنا هنقف مثلا على اربعة متر و هبدأ اخد اراية عن النقطة الاولانية و هاخد اراية على النقطة التانية طيب فهمنا ايه من حلتة دي انها لو جبت الفرق ما بين النقطة دي الاراية دي و الاراية دي و كان في ميل في خط النظر فمعنى كده ان الفرق ما بين الارايتين هيكون اكبر من الفرق ما بين الارايتين في الوضعية الاولى تمام؟ و عشان نفهم الموضوع اكتر تعالوا معنا نبص على الصور اللي جاي فزي ما احنا شايفين في الصورة اللي قصدنا عندنا الميزان وهو في المنتصف والميزان وهو في الوضعية التانية على بعض عشر المسافة من احدى النقطتين بالحالة اللي احنا شايفين هو قصدنا دي مفيش اي خطأ في خط النظر اللي انا احنا اوضحكم الصوره اني انا دلوقتي لو خط ايراي على النقطة اللي ولتكن واحد و النقطة الاثنين الفرق ما بين الارايتين حيديني الفرق ما بين الارايتين و اللي ما بين النقطتين فبالتالي لو خط النظر في الوضعية التانية مضبوط سوف نرأ الفرق بين الأولى للفرق بين الروحية في الوضعية نحن سيع아아ض فرق تبايت تباية على خط النظر وجدت الخطأ بالتساواة بين الأمل الاولانية وبين الامة التانية. فانا لما جيت طرحت الاولانية ناقص الاولانية التانية ده هيديني فرق حقيقي اللي موجود كأن بالظبط مافيش مشكلة في خط النظر. بمعنى ان انا دلوقتي لما وزعت الخطأ بالتساولة فلما جيت طرحت الخطأ التلاشى بعملية الطرحة. يعني اللي اقدر افهمه ان S1 ناقص S2 هي هي هتبقى S1 داش ناقص S2 داش. لان ان انا في الاول وفي الاخر. فرق الاولانية هيديني فرق ال Level ما بين النقطتين. طيب لما انا جيت قربت بالميزان من نقطة من النقطتين وليها كون زي ما قلنا نقطة واحد. فده خلاني قللت الخطأ بنسبة كبيرة قوي لما انا قربت بالنقطة الاولانية لان لو خط النظر في ميل فهو مش هيلحق الميل بتاعه يسمع في الاولانية. لكن لما هيجي عند الاولانية الاوعد هيبقى الخطأ شيء كبير. فانا كده وزعت الخطأ اللي موجود ولكن مش بالتساوي. وبالتالي فرق الاقراياتين ما بين S3 و S4 مش هيديني الفرق الفعلي ما بين النقطة دي والنقطة دي. يعني نفهم من الكلام ده ان S3 ناقص S4 لا تساوي S3 داش ناقص S4 داش. متلخيصا لكلامنا. لو جيت في المعادلات البسيطة دي هنلاقي ان فرق الاقرايات هيديني دلتا اتش تي ده بالنسبة للوضعية الاولانية اللي هو الميزان كان في المنتصف. بالنسبة للوضعية التانية هيدي دلتا اتش تي اللي هو S3 ناقص S4. وزي ما قلنا ان دلتا اتش تي اللي هي فرق المنسوب الظاهري هي بالفعل هو فرق المنسوب الفعلي لان الخطأ متوزع بتساوي ما بين الامتين. لو لينا دلتا اتش تي بتساوي دلتا اتش اي فده معناه اني مهيش اي خطأ في خط النظر. طيب لو مش بيساوي بعض يبقى في الحالة دي هجيب الفرق ما بينهم واسمه على المسافة بين الامتين. واشوف القيمة اللي هتطلع لي هقرنها بالقيمة ديت اللي هي واحد ملي في مسافة كلية عشرين متر. بمعنى لو انا المسافة بتاعت 60 متر اللي هو مسافة ما بين النقطتين. يبقى معنا كده اننا لو القيمة كانت من سفر لتلاتة ملي مقبولة. لو كانت ازيب من تلاتة ملي بقى الميزان بتاعي لازم يروح يتعير في جهة متخصصة في معايرة الموازين. كل اللي بيعملون هما بيقوموا بتحريك الشعر الافقية الاعلى اول اسم. اخر حاجة يوصى باجراه هذا الاختبار مرة على الاقل اسبوعين. في نهاية الفيديو بتاعنا حابين نتكلم عن الدكة في كل ميزان من الموازين اللي اتكلمنا عنها. عايزين نقول ان ميزان الخيط اضق من ميزان المياه في القياس الرأسية. وعايزين نقول ان ميزان الاما اضق من ميزان المياه في قياس الميول الافقية. اتمنى يكون الفيديو افادكم. وشكرا السلام عليكم.